الجهاز التنفسي الجهاز التنفسي يقوم بوظيفته من 12 إلى 16 مرة في الدقيقة ويسمى أيضاً جهاز إنتاج الطاقة أتعرف ما هو؟ إنه الجهاز التنفسي فهيا لنتعرف عليه ولنبدأ بتركيبه تركيب الجهاز التنفسي يتركب الجهاز التنفسي من الأنف ويليه البلعوم ثم الحنجرة ثم القصبة الهوائية ثم الرئتين اليسرى واليمنى أهمية الجهاز التنفسي يعمل الجهاز التنفسي على إمداد خلايا الجسم بالأكسوجين أوتو اللازم لإنتاج الطاقة وتخليصها من ثاني أكسيد الكربون سي أوتو وفضلات الأيض وذلك بخاصية الانتشار كيف يعمل الجهاز التنفسي؟ يدخل الهواء المحمل بالأكسوجين وقليل من ثاني أكسيد الكربون من الأنف أو من الفم إلى الرئتين تتقابل فتحة الفم والأنف في البلعوم والذي يعد عضوا من أعضاء الجهاز الهضمي أيضاً وهذا يعني أن البلعوم ممر المشترك للطعام والهواء لذلك يقوم تركيب يسمى لسان المزمار بتنظيم مرور الطعام للمريء ومرور الهواء للوصول للرئتين يصل الهواء من البلعوم إلى الحنجرة ثم إلى القصبة الهوائية والتي تحتوي على حلقات غضروفية تجعل القصبة الهوائية مفتوحة دائماً لمرور الهواء ولذلك فنحن نتنفس أثناء النوم يصل الهواء إلى الرئتين وتحدث عملية تبادل الغازات داخل تركيب يسمى الحويصلات الهوائية والتي يصل عددها إلى ثلاثمائة مليون حويصلة في الرئة الواحدة فأثناء عملية الشهيق وهي عملية إدخال الهواء إلى الرئتين تمتلئ الحويصلات الهوائية المحاطة بأوعية الدموية بالهواء وينفذ الأكسوجين أوتو إلى الدم ويخرج ثاني أكسيد الكربون سي أوتو أثناء عملية الزفير كيف يحافظ الجهاز التنفسي على نفسه من البكتيريا؟ تحتوي ممرات الجهاز التنفسي على أهداب تقوم بطرد الأجسام الغريبة خارج الجهاز التنفسي وبهذا يحافظ الجهاز التنفسي على نفسه ويستمر بعمله